أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان تعرفوا في العهد الجديد المؤمنين اللي اختبروا المسيح التحية في العهد الجديد يعني مثلا في العهد التحية اليهودية مثلا شلوم عليكم إلى اليوم لما أنت بتحية أي واحد يعني مثلا يهودي ما في عنا بتقوله صباح الخير مساء الخير يعني أو كلمة مرحبا مع أنه كلمة مرحبا كمان يعني كلمة سريانية رب المحب أنت بتحية بتقدم الرب يسوع من كلمة مرحبا هي كلمة سريانية أصلا تعني رب المحب ولكن التحية المعروفة عنا في الشرق الأوسط كل بحية المسيحي واليهود والمسلم كله التحية اليومية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله في غلاطية ستي ورحمة على إسرائيل مثلا ورحمة على كده فهي يعني استلاحات شرقية التحية اليهودية السلام عليكم فهي التحية مش مجرد بتحييها الناس اللي بتحية هاي التحية بيكون مختبر بركة الله وسلام الله بيكون اختبروا في حياته لأنه البركة انت بتقدمها للشخص الآخر لما بتقول لشخص السلام عليكم انت عم تعطيه بركة وبتعرف انت لما بتبارك شخص يعني في العالم الروحي مرة من نخصص حلقة عن البركة وقوتها كيف انت لما بتمنح بركة للشخص الآخر بتقول السلام عليكم وذا مهم جدا في العالم الروحي او العمق الروحي انت عم بتقدم بركة وبتمنح بركة للشخص اللي عم تعطيه هذه التحية مشان هيك في العهد الجديد بولوس دايما بقدم رسائله التحيات بيستخدم كلمات نعمة وبيستخدم رحمة وبيستخدم سلام هذه التحية المسيحية اللي اصبحت الغالب يعني تغلبت حتى على الفكر اليهودي او التحية اليهودية انه صار فيه شيء كله بيتكلم عن عمل المسيح المتكامل فبالحقيقة انت لما يتقدم تحية لشخص بتقول له السلام عليكم انت في شيء اختبرته روحيا في داخله عم بتقدمه للشخص الآخر لما بتقول له ربنا يبارك بيتك ويبارك اولادك ويبارك عملك ويبارك كل ما تمتد اليه يدك انت عم شيء اختبرته عم بتقدمه للشخص الآخر ما هياش كلمات فارغة ضاعة في الهوى يعني اذا انت ما بتقصد التحية ما تقول السلام عليكم وانت ما عندكش اصلا فهم لهذه الكلمة وعمق هذه الكلمة في العالم الروحي حتى الرب يسوع المسيح خليني اقرأ الآية ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو اول الاسبوع وكانت الابواب مغلقة بيتكلم عن قيامة يسوع وظهور يسوع حيث كانت تلميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم بعض الترجمات بقولوا السلام عليكم بس يعني هنا لغويا سلام لكم في سلام انت بتمنحه اذا الشخص اخذ هذا السلام بياخد البركة واذا رفض هذا السلام انت كسبان هذا السلام تسوين وين كيس ما فيهاش خسارة لكن مين اللي بيربح الشخص اللي بيستقبل السلام والشخص اللي بيمنح السلام هذا كلام يسوع لكن مع هذه التحية قال اراهم يديه وجنبه يعني وين اتصمر باديه ورجله ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب فقال لهم يسوع لاحظ من بعد التحية سلام لكم مرة تاني سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس وهكذا حبائي بيكمل في الموضوع لكن لاحظ قوة هذا السلام لم يعطي هذا السلام الا من بعد ما اكمل الفداء الكامل على الصليب وقام من الاموات وعم بيظهر للتلاميذ في العلية والابوام مغلقة اليوم لما بتروح بتشوف الابنية في قرشليم في ابنية من العصر التركي الحيط صدقنا عرضه يمكن متر يسوع دخل من الحطان وقال سلام لكم هذا السلام لا يعرفه الا المخلصين تزعلوا شو مني الى جميع الموجودين في روميا احباء الله شوف الكلام الحلو احباء الله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح هذا السلام اللي بيعطينا الهدوء والطمأنينة كما قال يسوع لا تضطرب قلوبكم انتم لحظ الكلام واو انتم تؤمنون بالله اهمنوا به مين اللي عنده هاي القوة يقول تبت امن بالله امن بي ما تقول ليش نبي ولا مسيح ولا حكيم ولا افضل انسان ولا كل ما منسمعها من الناس يا اله مكتوب عنه يعني قرأت اربع ايات اله السلام يقدسكم اله السلام يكملكم اله السلام يكون معكم اجمعين اله السلام يصحق الشيطان تحت ارجلكم ما فيش يا انت بتصطدم في المسيح الله الظاهر في الجسد وما في اقل من هيك يعني فيش حال تاني يا بتآمن بيسوع انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي اشتركوا في القناة